شخصيتك من رقمك المفضل من كتاب أغرب الطرق للتعرف على الشخصية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناة الطريق نحو النجاح نواصل بإذن الله القراءة في كتاب أغرب الطرق للتعرف على الشخصية من تعريف يوسف أبو حجاج تطرقنا لعدة طرق للتعرف على الشخصية في عدة حلقات سابقة والآن نواصل في هذه الحلقة بالتعرف على شخصيتك من رقمك المفضل اكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين من رقمك المفضل والرقم المفضل لديهم ما هو رقمك المفضل من واحد لعشرة وما هو الرقم المفضل لأصدقائك وزملائك فكر جيدا واختر الرقم المفضل لديك ولا تتعجل إذا علمت أن علماء الطبي النفسي التحليلي استطاعوا اكتشاف شخصية الإنسان من خلال معرفة الرقم المفضل لديه وهي من أطرف الدراسات العلمية المسجلة بمعهد الدراسات الإنسانية بنيويورك وقبل أن تقرأ دلالة كل رقم اختار إحدى الأرقام التي تستلطفها أو تحبها أو تعجبك ابتداء من رقم واحد وحتى رقم عشرة ثم قرأ التعريف أو لمعنى التطبيق للرقم والسمات الشخصية التي تنطبق في الغالب على مفضل الرقم الرقم واحد ودلالاته الشخصية الرقم واحد هو بداية كل شيء وهذا الرقم يرمز إلى الكون وإلى كل ما يحتويه ويمكن اعتباره الرقم الأقوى إلا أن له معنى خفيا أيضا لأن الرقم واحد هو كل شيء ويرمز إلى النفس البشرية النقية والأكثر إدراكا والشخصية التي تستلطف وتعجب بالرقم واحد ويكون الرقم واحد هو الرقم المفضل لها غالبا ما تتميز بالآتي هذه الشخصية متحفظة للغاية ولديها إحساس بقوة شخصيتها وتريد أن تمشي منفردة في الحياة وهي شخصية تحب المعارضة في أغلب الأحوال محبة للسلطة متفقدة للتسمح والعفو عن الذين أخطأوا في حق هذه الشخصية والجانب الخفي في شخصية محب الرقم واحد هو أنهم شديد الغضب مليئين بالخوف والرعب ويمرون بفترات من الحزن والكآبة وهي بصفة عامة شخصية معتزة بنفسها وبكراماتها وتتمتع بقدرات دفاعية كبيرة الرقم اثنين ودلالاته الشخصية يعتبر رقم اثنان عند العلماء النفس هو رقم الحب ورمز التناسل البشري وهو رمز يمثل الجرأة والشجاعة والبطولة والرقم اثنان يحمل أيضا معنى الإزدواجية والتناقض بين المتقابلين وهو رمز الأدداد الخير والشر والنور والظلم والسعادة والحزن وما شابها ذلك والشخصيات المحبة للرمز اثنين تكون دائما شخصية عاطفية وخيالية وهي شخصية قوية أيضا ولديها قوة إقناع وحجة والسلبية الظاهرة في الشخصية المحبة لرقم اثنين هو إنها شخصية مزدوجة حيث أنها تستطيع القيام بدورين متناقضين تماما في حياتها والمحب لرقم اثنان دائما شخصية جماعية تتمتع بمواهب فنية وتتذوق الجمال والطبيعة والفن وأكثر ما تطمع في الحصول عليه هو الحب الرماسي المشعل الصادق والشخصية المحبة لرقم اثنان هوائية ولا يمكن أن تكون متطابقة مع شخصية ثابتة ومستقرة ولكن بصفة عامة يمكن القول أن الشخصية التي تفضل رقم اثنان غالبا ما تكون شخصية ساحرة شديدة الجاذبية للآخرين الرقم الثلاثة ودلالاته الشخصية هو رقم الحياة فهو يتكرر دائما في العقائد الدينية والكتابات السحرية وهو يرمز إلى العديد من الأشياء منها الزمن والفلك والموسيقى وعند الهنود هو رقم التفاهم الروحي والمعرفة والذكاء ويمكن إجاز أهم السمات الشخصية لمحبي الرقم الثلاثة في السمات الآتية صاحب هذا الرقم ذو شخصية ذات مهارات وعليه يمكن القول أنه شخص فردي كما هو الحال مع الرقم واحد ولكنه على النقيد من الرقم واحد يمكنه أن يقيم علاقات صداقة عميقة يشارك الآخرين في الاتمامات وتبادل الآراء والأفكار إنه حد الذهن ويتمتع برؤية ثاقبة دائما ما يقوم بتفسير الأقوى مستخدما معرفته في إجاز معنى لكل الأشياء وسبب أنه متعدد المواهب فهو ينتقل نفسه ببساطة ويسدر اكتشافات جديدة على أعماله كما أن صاحب هذا الرقم يفيض بالطاقة والحيوية ويقوى على أن ينال إعجاب الآخرين وحياته الحقيقية في العمل الرقم أربعة ودلالاته الشخصية الرقم أربعة هو ينبوع الطبيعة ويرمز إلى الاستقرار وإلى مبادئ الرياضيات الأولى وإلى عالم الطبيعة والأحياء وإلى دورته الطبيعية بفصولها الأربعة وإلى العالم باتجاهاته الأربعة وهو يمثل كل الرغبات البشرية والطموحات مثل الإزدهار والمجد والقوة والصداقة إن هذا الرقم يحمل القوة والرجولة إنه مفتاح الحياة البشرية وهو يعني الصحة والجمال الحقيقي والانسجام والعدالة المعنى التطبيق للرقم وأهم دلالته الشخصية والسمات التي يتمتع بها محبي هذا الرقم يمكن إيجازه فيما يلي إن كان هذا هو رقمك المفضل فإنك تهتم بشؤون الحياة كثيرا أو تتطلع إلى العالم المادي من حولك على حساب العالم الروحي إن رقم أربعة يمنحك الكثير من الفضائل فأنت صادق شجاع قادل على محاربة الضرم سيد نفسك توحي دائما بالثقة لمن حولك مؤمن بعملك وتفكرك واضح ومنظم تفكر بمنطق وتحكم عقلك ولديك الكفاءات والقوة والثبات على معتقداتك وبسبب ارتباط صاحب هذا الرقم بالأرض واتصاله بالطبيعة فهو يتأثر بدوره بالفصول الأربعة ورغم ثبات شخصيته فإن مزاجه يمكن أن يتبدل ويمر بفترات من القلق والفتور ولكنه مع ذلك صاحب قلب طيب وشخصية عطوفة تتحلى بالصبر والقلب الكبير الرقم خمسة ودلالاته الشخصية هو رقم الحيوية والاستبتاع يرتبط بالنور والنماء والحرية والتغير ويرتبط كذلك بالزواج والحياة الاجتماعية والعلاقات الطيبة مع الآخرين وكان الصينيون قديما يربطون بينه وبين العناصر الخمسة والألوان الخمسة الأساسية المعنى التطبيق للرقم خمسة وأهم دلالته الشخصية والسمات التي يتمتع بها محبي هذا الرقم يمكن إجازه فيما يلي لأن الرقم خمسة يقع في منتصف الطريق بين السفر وعشرة فإنه بالتالي يمثل حلقة وصل بين كل الأرقام وبالتالي فإنه هو من العلامات الشخصية القوية التي تحب أن تكون في قلب الأحداث إذا كان هذا هو الرقم فأنت تمتلك القدرة القوية سواء في الكتابة أو في التحدث وأنت كثير الحركة والفضول لمعرفة كل شيء رغم أنك قد تظهر أحيانا شارد الذهن وصاحب هذا الرقم يحب الحياة كثيرا ومؤهل أن يكون في مركز القيادة لأنه يمتلك القدرة على احتواء المواقف وعدم إثارة مشاعر الغضب والعداء لدى رؤسائه الرقم ستة ودلالاته شخصية هو رقم العطف والسلام ويعبر على الانسجام ويرمز أيضا إلى الزواج والتجدد والارتباط بالكون وقديما كان هذا الرقم يمثل أحيانا بمثلين منتحمين سويا رمز الاتحاد عنصري رمز اتحاد عنصري الطبيعة والنار والماء ومن الممكن أن يعتبر هذا الرقم السحري وراء الكمال والاستفادة من التجربة والخطأ المعنى التطبيقي صاحب هذا الرقم لديه الرهب القوية في العمل والإنجاز ولديه الأفكار والخطط والمشاريع التي تجذب الآخرين يتمتع بالبراءة والإقدام إلا أنه يسبب لنفسه الكثير من المتاعب ويسعى دائما إلى الأسلوب المعقد في حياته ثم يبحث عن الراحة هو طيب وسخي عطوف رقيق أكثر إحساسا مما يظن الناس ولكنه رغم ذلك يشعر بالوحدة إلى حد ما هو يحب الاستقلال وينجذب للارتباط والعلاقة الوثيقة مغامر ولكنه يحتاج إلى قدر كبير من الحذر الرقم سبعة ودلالته الشخصية هذا الرقم الحارس وهو غامض مقدس يجذب الحظ والطروة ويرمز لنظام المجموعة الشمسية ولعجائب الدنيا السبع ونشاطات الأرض وشؤن البشر المعنى التطبيقي وأشهر السمات الشخصية لمحبي الرقم سبعة يمكن إجازه فيما يلي الرقم السبعة هو رقم روحاني يؤثر على نوعية الشخصية فمن الممكن أن تكون شخصه شديد التديون أو من المؤمنين بالخرافات وغالبا ما يكون بعقلك البطن دور بحياتك بشكل أو بآخر وكذلك صاحب هذا الرقم يستسلم كثيرا لأحلامه ويؤمن بالقدر وأن كثيرا من الأقدار التي تصيبنا تكون خارجه عن إرادتنا تكون خارج عن إرادتنا هو إنسان مخرس ودود يتميز بالدقة والطيبة وطيبة القلب ويبدي ميلا إلى الشفقة يهتم بالجوهر يميل إلى التجانس والإنسجام مع الطبيعة ويعبر عن حبه للطبيعة بحب الحيوانات والاهتمام بالحضائق والزراعة رقم ثمانية ودلالاته الشخصية يرمز هذا الرقم للثقة والاستقرار وكان يعرف عند الإغريق بالمقدرة حيث يقول مثلهم كل الأشياء هي ثمانية ويسمى برقم العدالة وذلك بالإمكان تقسمه إلى أقسام متساوية وهو يعني الإدراك الحسي والتفاهم ويرمز إلى الإنسجام العالمي وإلى البعض وأشهر السمات الشخصية للذين يفضلون الرقم ثمانية ما يلي واحد يهتمون بالراحة الجسمية ويبحثون دائما عن الاستقرار اثنين شهوانيون لدرجة ما معظم علاقاتهم وقتية لكنهم دائما ما يحافظون على التقاليد ثلاثة لا يعرفون المستحيل فهم يتمتعون بالصبر والمثابرة ودائما يقفون على أرض صلبة أربعة دائما دائما الحركة يتصرفون بعفوية ودائما أراؤهم تاقبة خمسة رغم إنهم صابرون وطموحون إلى أنهم غير متسرعين ستة دائما ما يهتمون بمظهرهم الخارجي ويحافظون على صحتهم سبعة الواقعية تغلب عليهم فهم عمليون لحد بعيد ويحسبون لنتائج أي مغامرة يقدمون عليها وقادلون على ترويد أنفسهم ورغم هذه الواقعية إلا أنهم أحيانا تجتدبهم الأشياء والعوالم الغامضة تمانية يعشقون النظام وتنسيق ويكرهون الفوضى تسعا أو تسعة دنيويون متصلون دائما بالمدة ويميلون للمحافظة عليها ويهتمون بالماديات والأشياء التمينة إلا أنهم متحكمون جيدون في أنفسهم الرقم تسعة ودلالاته الشخصية يتسم الذين يفضلون الرقم تسعة في أغلب الأحيان بالسمات الأسية واحد متقلبون كما الطبيعة الهوائية فإذا غضبوا طرت عاصرهم وأخذوا في وجوههم الأخضر واليابس وإذا هدأوا أصبحوا كالنسيم المنعش والهواء العديد ويستعيدون الروح والجسد اثنين دائما ما يصدقون القول ولا يخفيون شيئا ثلاثة من أكثر الناس شفافية وإرهافا للحس ولتقلب صدامات الحياة رابعة التفاؤل والرومانسية والتأمل والخيال أهم صفاتهم لذا فمعظمهم الفنانين والكتاب والرسامين والشعراء والمبدعين من أصحاب هذا الرقم خمسة هم بحاجة دائما للحب والحنان والتقدير فهم أصحاب قلوب رقيقة وتؤثر فيهم العاطفة بشكل قوي وملحوظ ستة هم مثاليون ونظامهم يعتنون بجوانب الأساسية ويذوبون في ظروف الآخرين سبعة يتمون بالناس ويحافظون على المعارف ويشعرون بالسعادة كلما كسبوا الكثير من حولهم تمانية يدرسون أي عمل دراسة وافية ولا يقدمون عليه بسهولة إلا بعد تريت كبير تاسع إذا انشغلوا بأحوالهم لا يبالون بمن حولهم ممن يحصلوا البعض يصرفونهم أحيا بالبرود الرقم عشر ودلالاته الشخصية يتسم الذين يفضلون الرقم عشر في أغلب الأحوال بالسماة الآسية واحد شخصيتهم قوية بدرجة كبيرة إلى حد تأثيرهم في الآخرين بشكل قوي للغاية اثنين حياتهم محورها الناس فهم يعيشون بالحب وللحب ثلاثة يتميزون بخيالهم الخسب يستطيعون نسج العديد من القصص من خيالهم أربعة يتصرفون بشكل غامض ولا يستطيعون منطقة تصرفاتهم ليردون الآخرين خمسة حساسون ويراعون مشاعر الغير ودائما ما تحركهم مشاعرهم نحو الصواب ستة أصحاب مخيلة واسعة ولديهم الحاسة السادسة قوية بشكل منحوض سبعة رغم أنهم يتصفون بالغموض إلا أنهم على السعداد للتغير والتأخلم تحت كل الظروف تمانية لديهم القدرة الفائق على التحدث وبعضهم يعتقدوا في السحر والمعقول والمستحيل تسعة يتراوحون بين الهدوء والسخب ويعشقون الحياة كانت هذا أعزائي الكرام شخصيتك من رقمك المفضل من كتاب أغرب الطرق للتعرف على الشخصية من تعريف يوسف أبو حجاج لكي تبقوا أعزائي الكرام على الطلاع بخصوص أغرب أو بخصوص طرق أخرى على التعرف على أغرب الشخصية أو التعرف على الشخصية فتفضلوا بالاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس إذا كانت هذه هي زيارتكم الأولى أو إذا لم تكنوا قد اشتركوا بعد في القناة فتفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم إشعار فور تنزيل أي فيديو على قناتنا قناة الطريق الحوى النجاح أشكركم على مشاهدتكم والسماع وإلى اللقاء في الفيديو المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة